و والله اسمعوا والله الذي لا الى غيره ده اللي الحقت اجهزه قبل الحلقة بساعة اللي انتوا شايفينه ده اللي جهزته قبل الحلقة بساعة من مجهود علمي من اثار كتبتها بكل قطرة من دمائي واعصابي وتعبي واسأل الله عز وجل ان تكون خالصة لوجه الله الكريم رحلة علمية اه اسأل الله عز وجل انه يكتبها لي في ميزان حسناتي وبركة لأحفادي ومن يأتي من بعدي وبركة لكل من يقرأ فيه اشهدكم واشهد الله قبلكم اني لا ابتغي بها غير وجه الله لا ابتغي بها ربحا ولا مادة ولا فضلا فيها ما طبع وفيها ما لم يطبع اقول تاني فيها ما قد طبع وفيها ما لم يطبع اما ما طبع فهو موجود بفضل الله عز وجل على صفحتي على الفيسبوك لمن ارد تنزيل هذه الكتب مجانا ابتغاء مرضات الله وما تأثر منها مطبوعا بنبعثه بمشيئة الله بالبريد لمن شاء ونسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذلك انما المشكلة في تكلفة طباعة ما لم يطبع كبيرة للغاية كبيرة للغاية وعلى هذا انا بقول من البداية كل ما سترون من يرى في نفسه الجدية على نشرها على الناس بنقصين مجانا ابتغاء مرضات الله دون الحصول على اجر دون الحصول على ثمن امتغاء مرضات الله عز وجل فالحقيقة يتواصل مع فريق الصفحة عندي وان شاء الله يختر من الكتب ما سأعرضه عليكم الان الكتب التي سأعرضه عليكم الان هي مجلس علم المجرد العنوين التي فيها هي مجلس علم في كل عنوان وفي كل كتاب ونشرع في المقصود لان الحياة دول لحد دلوقتي بس 46 كتاب بفضل الله تبارك وتعالى والله اللي جمعتهم من مؤلفاتي قبل الحلقة بساعة كمان مرة حوالي 46 كتاب بفضل الله تبارك وتعالى فيها ما طبع وفيها ما لم يطبع بس عشان حضرتكم تبقوا عارفين وتبقوا عارفين المشايخ بيقضوا اوقاتهم في ايه نسأل الله عز وجل انه يجعل اعمالهم في ميزان حسنتهم وعلى فكرة انا اقل العلماء انتاجا لاني انا عارف اني اساتذتي واخواني من العلماء فعلوا ما هو اكثر من ذلك ولم تواتهم الفرصة لعرض ما فعلوه على الناس انما احتاني المولى يقول ان نحن نحيي الموتة ونكتب ما قدموا واثارهم اثارك التي ستبقى لك بعد موتك الناس موتة واهل العلم احياؤهم اشتركوا في القناة